اشتركوا في القناة والصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وسبحان الله وبحمده الذي لا يحمد على مكروه سواه سلى قلوب المفجوعين فقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم والصلاة والسلام على نبينا الكريم الذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له بداية أخوة الأكارم شكرنا لمجلس التجار العرب ولسكون ميديا على هذا المجلس الذي يعبر فيه الفضلاء عن تضامنهم مع المنكوبين في هذا الزلزال والرحمة للشيخ عبد الكريم الرفاعي الذي ذكرنا بشيخ عبد الفتاح الحموي نسأل الله أن يبارك بذريته من العلماء العاملين وأن يثبتهم على الحق إنه سميع مجيب أيها الإخوة الأكارم إن زلزال مرعش الذي وقع فجر السادس من شباط الجاري أصاب قلوبنا بل وقلوب بني الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها بحزن وأسن شديدين نسأل الله أن يتقبل من قضى من المنكوبين عنده في الشهداء في جنات النعيم وأن يعجل بالشفاء للجرحى والمصابين وأن يربط على قلوب المفجوعين ويثيبهم بالصبر الجميل الذي تثقل به الموازين يوم العرض عليه أظهر هذا الزلزال الكثير من الأمور التي لا تغيب عنها ولكن يحسن الإشارة إليها لقد ظهر جلياً أهمية هذا التكافل بين الشعوب والمجتمعات شاهدنا التكافل الإسلامي بل والإنساني من أفراد ومنظمات وشعوب قبل الحكومات وفي هذا البلد أيضاً ولا أدل على ذلك من حملة تركيا قلب واحد التي أبهرت الجميع مما يدل على أن هذا الشعب حي يستحق الخير والبركة من الله وشاهدنا ذلك التضامن من شعوب هي منكوبة في الأصل هبت بما تستطيع لمساعدة إخوانها إخوانهم المفجوعين والمنكوبين رأينا هيئة علماء المسلمين في العراق التي تعمل منذ سنوات عدة أصلاً على إغاثة النازحين في العراق الذين هجرتهم ميليشيات الحجد الطائفي في العراق من محافظاتهم المنكوبة بحجة محاربة الإرهاب وكيف رأيناهم في المدن التركية المنكوبة وفي مدن الشمال السوري المنكوب في الأيام الأولى للزلزال ورأينا هبة العشائر في جزيرة الفرات السورية من ريف دير الزور والطبقة والرقة والحسكة وغيرها ولكما عجبني ذلك الشيخ المهيب في القافلة وهو يقول هذا حق وواجب علينا ليس منة ولا فضلة وهذه المساعدات من منكوبين إلى منكوبين فجزاهم الله خير الجزاء ورأينا هنا قافلات الإغاثة من الجاليات العربية والمسلمة من شعوب منكوبة أصلاً منذ عقود شاهدنا قافلات للجاليات الفلسطينية وطلاب عراقيين ومن اليمن ومن بلدان أخرى وأمام هذا التضامن والتكافل والصفحة المشرقة رأينا أيضاً حقد الحاقدين الذين أفرحهم هذا الزلزال وما بدر من صحيفة شارلي إبدو معبر عن جنس هؤلاء الحاقدين وما تخفي صدورهم أكبر ورأينا الحقدة والعنصرية أيضاً على يد أولئك المنحطين الذين أحرقوا المساعدات في ألمانيا بعد أن جمعها ثلة من الأتراك والمسلمين لمساعدة أخوانهم في تركيا وسوريا ورأينا عجز الأمم المتحدة وتباطئها عن إغاثة المنكوبين خصوصة في الشمال السوري المحاصر أصلاً وتلك الأعذار الطفولية لتبرير عجزها بل تعاجزها وتكاسلها في يوم أن أرادوا أن يسارعوا بإغاثة اليزيديين الذين نكبوا في الحرب على تنظيم داعش لم يعتذروا بشيء بل أنزلوا المساعدات بالمضلات من الطائرات على وجه السرعة ولكن هذه هي الأمم المتحدة المهم في هذه الفاجعة أخواني الكرام أن يرى الإنسان نفسه أين يقف رحيح أن هذه الفاجعة أظهرت قوة الله وقدرته وجباروته ولكنها أظهرت أيضاً مقام العبودية للمخلوق الذي ربما يكون قد ظن أنه ليحور وأظهرت هذا التضامن بين بني الإنسان الذي هو أحوج ما يحتاجه البشرية اليوم بعد أن تقطعت بهم السبل في حروب وما أشبه وهذا التضامن بين بني الإنسان على مختلف الأديان والأجناس يحبه الله ويرضاه وقد نرى حكماً أخرى لا نعلمها الآن نجهلها ولكن الله كتبها بعلمه نسأل الله برحمته أن يتقبل من قضى في الشهداء وأن يسكنهم فسيح جناته في مستقر رحمته وأن يشفي الجرحى والمصابين وأن يربط على قلوب المنكوبين والمفجوعين اللهم أحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نهتال من تحتنا وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اشتركوا في القناة